حدثنا عثمان بن عمرى أخبرنا شعبة عن أبي جعفر قال سمعت عمارة بن خزيمة يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصرية النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو لها أن يعافيني قال إن شئت دعوت لك وإن شئت أخرت ذاك فهو خير فقال ادعوه فأمره أن يتوضأ فيحسيني وضوءه فيصلي ركعتين ويدعو به هذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجة هذه فتقضي لي اللهم شفعه فيي حثنا روح قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر المديني قال سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أدعو لها أن يعافيني فقال إن شئت أخرت ذلك فهو أفضل لآخرتك وإن شئت دعوت لك قال لا بل ادعو لها لي فأمره أن يتوضأ وأن يصلي ركعتيني وأن يدعو به هذا الدعاء معا اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجة هذه فتقضي وتشفعني فيه وتشفعه فيي قال قال فكان يقول هذا مرارا ثم قال بعد أحسب أن فيها أن تشفعني فيه قال ففعل الرجل فبرئ حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة قال حدثنا أبو جعفر الخطمي عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب بصره فذكر الحديث حسن حسن بن موسى حدثنا أبن لهيعة حدثنا الحارث بن يزيد عن البراء بن عثمان الأنصاري عن هانئي ابن معاوية الصدفي حدثه قال حججت زمان عثمان بن عفان فجلست في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رجل يحدثهم قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأقبل رجل فصل في هذا العمود فعجل قبلا أن يتم صلاته ثم خرج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا لو مات لمات وليس من الديني على شيء أن الرجل لا يخفف صلاته ويتمها قال فسألت عن الرجل من هو فقيل عثمان بن حنيف الأنصاري فقط